تكريماً لرئيسه السابق، افتتح النادي الأرثوذكسي في عبدون بعمان الصالة الرياضية التي تم تسميتها باسم المرحوم فوزي شنودة حضر الاحتفال الأيكونومس الدكتور إبراهيم دبور ورئيسه وعضاء الهيئة الإدارية للنادي وعائلة وأصدقاء المرحوم شنودة وألقى رئيس النادي الأستاذ إليا وكيلة كلمة أشهد فيها بمناقب الفقيد وقرار هيئة النادي بالموافقة على تسمية الصالة باسمه، تقديراً لجهوده وخدماته طوال الفترة السابقة كما ألقت زوجة المرحوم السيدانها شنودة كلمة شكرت فيها النادي على مبادرته بهذا التكريم وقرار تسمية الصالة باسم المرحوم شنودة وخلال الاحتفال شهد الحضور عرضاً لفيلم يوثق حياة ومسيرة الفقيد الحقيقة النفوذي كان يعني روحه وعقله النادي يخدمه بعينيه يجي مفروض بالنهار المأجاش مرتين يجي ثلاثة لازم يجي يتفقد المرافق، المسابح، المطابخ، القعاد، الملاعب ما يخلي إشي فكان كأنه بيته شاعر أنه بيته يخدمه بكل إخلاص بكل محبة وبكل النشاطات كلها لازم يحضرها من نشاطات رياضية باسكتبول سباحة كذا كله كان فكان يعتبره أنه بيته التاني ويقضي فيه بجوز قد بيت البيت عنا أو أكتر شوي كمان وهو رئيس للنادي توعك شوي وبطل يقدر يجي يعني أجي عدة مرات بس بعدها ما قدر يجي بس ضلوا روحوا عقله معلق بالنادي فعشان هيك كنا حبين أنه يضل اسمه على مرفق من مرافق النادي والنادي الهيئة الإدارية برئاسة الأخيلية كرموه أنه بإطلاق اسمه على الأورثوجيم اللي هو مرفق كبير ومهم وعند مدخل النادي إن شاء الله الله يعطينا الصحة ونقدر نتابع مسيرته ونخدم يعني أنا والبنات والنسايب والأحفاد كلهم لأنه هذا زي ما حكابونا أنه النادي ملك للكل لكل الوطن لغبض النظر لا في دين ولا سياسة ولا لكل الوطن أنا بالتالي بشكر نورسات الأردن اللي دايماً صباقة إنها اتغبط هيك أحداث فوزي كان من أول الداعمين إلها وكان يحب نورسات الأردن وكان يدعيهم لإحتفالات عيد الصليب زي الفيلم اللي حطوا فإن شاء الله الله يقويكم وضلوا مشيين إلى الأمام برئاسة السيدة باسمة وبهمتكن أنتوا يا شباب يخلي لنا إياكم مرحوم فوزي شتودي كان من كبار المؤسسين في النادي الأردوكسي وبدأ من 1957 في النادي الأردوكسي مارس عدة أعمال أعماله عظيمة بادرت لهيئة الإدارية للنادي الأردوكسي باحتضان وتدشين صالح باسم مرحوم فوزي شتودي تخليداً لذكره وعطاءه المتواصل في النادي الأردوكسي وكان من أعضاء الهيئة الدارية منذ عام 1992 وتقلد عدة مناصب منها من الصندوق الفخري ورئيس لجنة العضوية ورئيس اللجنة المالية وبعدها حتى أصبح نائب الرئيس في عام 2004 وفي عام 2011 قدم الكثير الكثير حتى عام 2015 من خلال توليه منصب الرئيس للنادي الأردوكسي وأعطى الكثير ثم استراح لطبيعة النظام الداخلي للنادي الأردوكسي وعاد مرة أخرى في عام 2018 لرئيساً للنادي وظل حتى مماته عام 2020 بالفعل هو القدم الكثير الكثير وإنجازاته عظيمة في النادي وخارج النادي في كامل جمعيات الأردوكسية وبالتاد بنائه لكنيسة النبي إلية والقديسة بربرة في أبو نصير يعني ما رح أحكي عن أستاذ فوزي لأنه كان كثير يحب النورسات كان دائما يدعي النورسات لكل الاحتفالات اللي بتصير بالنادي الأردوكسي الاحتفالات المسيحية ضائط شجرة ميلاد احتفال عيد الصليب وكان كثير يعتز ويبتخر بهالمحطة المسيحية ودائما يقول إنها منارة لكل المسيحيين الموجودين بالأردن وبالشرق العربي لأنها بتنقل كلمة ربنا لكل العالم بتعطي السلام والأمان والمحبة بتطرح مواضيع جدا رائعة ومهمة لكل المسيحيين ولكل العالم أنا هوني بس بدي أشكر النادي الأردوكسي لأنه كرمت إنسان آمن بالعمل التطوعي لما نقول العمل التطوعي يعني إنسان عم يعطي من وقته يعطي من خبرته يعطي من محبته لا هالصرح اللي بعتبره صرح مسيحي عربي مشرقي صرح يعني إلو تاريخ طويل في المملكة الأردنية الهاشمية خدم كتير وخدم المسيحيين وظل منارة عبر هاي السنين لكل مسيحيين ولكل الوطن الأردن فأنا بحيي النادي على هالبادرة الجميلة إنه سمى أحد مرافقه باسم المرحوم وهاي جدا رائعة تتشجع الآخرين أيضا عن العمل التطوعي وعلى الخدمة والعطاء لأنه كل ياته أكيد مذكور عند ربنا فأنا بشكر هالعائلة الكريمة اللي أعطت وعطت من ما وهبها الله من نعم وخيرات لخدمة المجتمع وماشاء الله يعني شفنا ولاده وشفنا أحفاده وشفنا عائلته الكريمة اللي هادا الأرث اللي بتركه الإنسان بعد مماته فربنا يباركهم ويبارك هذا الصرح ويضل منارة في وسط العاصمة عمان وشكرا